هدف واحد كان كافياً ليضمن فريق حسنية أغادير تأهله إلى الدور المقبل من دوري تلانجر هدف جاء بعد مرور أربع دقائق فقط على بداية المباراة عن طريق اللاعب مراد باتنا وبلمسة ثانوية من اللاعب جمال لابيدي بعدها تضاعفت شهية لاعبية حسنية من أجل مزيد من الأهداف لكن سوء الحظ لازم المحاولات فضلاً عن وجود دفاع مراكشي عزم عدد تكرار الخطأ رافعاً شعار من الأخطاء نستفيد دفاع غزالة سوس نهج الخطة نفسها لكن بشعار مغايرة عصفور في اليد خير من عشر على الشجرة ولو كان ثمن المغامرة بإسقاط لاعبي الفريق المنافس قرب منطقة الخطر عزم أبناء بادو الزاكي على إنهاء الشوط الأول على الأقل بنتجة التعادل كان جلياً من خلال عدة هجومات لكن أغلبها افتقد إلى قلة التركيز أو لازمه سوء الحظ خلال الشوط الثاني تنوب الطرفان على قيادة العمليات الهجومية هنا تسديد قوية لفائدة الكوكب المراكشي أخطأت الهدف بعدها محاولة أخرى للحسنية انتهت للماصر نفسه وعلى هذا المنوال توالت دقائق المباراة محاولات هنا وأخرى هناك لم تسفر عن أي جديد إلى حين إعلان الحكم نوردين جعفري عن نهاية مواجهة انشكلت فرصة كبيرة لكي مجموعة من العناصر الشابة للفريقين